السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تجاوز منطق التغالب بين المرأة والرجل ونعمل سويا كيف نحقق الحياة الطيبة كلكم يتابع الافكار التي تروج في الحياة العامة خصوصا ما يتعلق بالثقافة الحقوقية بين الرجل والمرأة وصرنا نغلب منطق الصراع واحيانا الخلاف والتضاد بين المرأة والرجل نسمع الكثير من الجمعيات المكلفة بالدفاع عن حقوق المرأة تتحدث عن هذا العنف الممارس على النساء عنف نفسي وعنف جسدي وعنف جنسي بل ومنهم من يتحدث عن العنف الالكتروني الذي ساريا مفعول في الفترة الأخيرة والذي يكون ضحايا في الغالب النساء وخصوصا الفتيات التي يتعرضن للتهديد والابتزاز بالمقابل صرنا نسمع جمعية أخرى تطالب أيضا بحقوق الرجال دعوات يطلقها بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حول ضرورة تأسيس جمعيات لمناهضة العنف ضد الرجل وكأن هؤلاء الرجال أيضا يتعرضون لأشكال وألوان من العنف المرأة المتسلطة المرأة الحادة في لسانها وقد تكون المرأة المشعودة وغيرها من أنواع العنف الذي يتعرض له الرجل وصرنا نلاحظ بأن طريقة معالجة العلاقة بين الرجل والمرأة هي علاقة سراع وعلاقة تغالب وهذا منطق يبدو بأنه غير سليم إذا رجعنا إلى المنطق القرآني المنطق الرباني إنه يتحدث عن العلاقة التي هي تقوم على أساس المحبة والتعاون والتماس الأعضار للطرف الآخر ربنا سبحانه وتعالى يعتبر المرأة هي العمود الفقاري للمجتمع وأيضا الرجل هو أيضا عمود فقاري للمجتمع وينبغي أن نحمي الجميع من العنف ومن الصراع الغاية هي أن نساهم في تكوين أسرة متماسكة بكل أفرادها أسرة تقوم على أساس المحبة والمودة يعيش فيها الأطفال ويشعرون بالتوازن والإنسجام ويتم خلالها إعداد الشباب لكي يتحملوا المشعل مستقبلا فالغاية هي الضهوض بأوضاع الأسرة وأوضاع المجتمع لهذا نطالب في الضرفية الراهنة أن نتجاوز منطق التغالب والصراع بين المرأة والرجل شكو اللخص يحكم واش المرأة ولا الرجل اللخص يحكم هو الشريعة الرحمن هو الأحكام التي أقرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز وهو القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فلا بد أن تكون العلاقة مبنية على المودة المودة هي المحبة وهي الشعور بالإنجدام للآخر لكن حتى ولو فقدنا هذه المودة تبقى الرحمة الرحمة هي أن الإنسان لا يؤذي الآخر ولا يشتبه ولا يسبه ولا ينلم به بل يتعامل معه برحمة حتى ولو وجده فيه نقصان أو فيه أذية يقول داك مبلغه من العلم ويلتمس له الأعذار إذا تسألنا وإياكم ما الذي يجعل الحياة هي صراع وخلاف مستمر لو نضرنا إلى الحياة الزوجية مثلا غد يلقوا بأن هناك الناس اللي هم بخصمين وكيمشون المحاكم أو يلجأون إلى الجمعيات المتعلقة بحقوق المرأة والدفاع عن المرأة المظلومة تلقوا في الغالب هناك عدم توافق نفسي بين الرجل والمرأة أن كل واحد عنده منظومة نفسية مستقلة عن الآخر ولا تستطيع أن تندمج مع الآخر تلقوا كذلك إما ضعف شخصية الزوج وإما سيطرة شخصية المرأة تلقى نفسي يدينهم ربما غير منسجمة إما أن الرجل المفروض لكلمة الرجل يكون ضعف شخصية وإما المرأة التي تكون متواعة وميسرة تكون مسيطرة لسانها حاد وشخصيتها دارية أو قد يكون ربما كلاهما متقف وكل واحد فيما عنده شخصية مستقلة متوازنة لكن فيما حصفة وهو الاعتراض المستمر كي اللي عنده الاعتراض إما الرجل كي يقول ما كينش ما عندوش ما مخلص ما كين الفلوس ما كين كادا دائما ما تخرجيش ما تمشيش عن داركم وإما المرأة حينما يطالبوها زوجها بأمر ما كتقول له لح ما كينش اعتراض مستمر هذا الاعتراض يولد التنافر والصراع بين المرأة والرجل وهذا لا بد نخصو من يكون تفاهوم وتنازل وحرص على اسعاد الاخر احيان اخرى كي يقدر تكون الخلافات اليومية المستمرة على ابسط الاشياء ابسط شيء قد يولد صراعا وعدوانا على ابسط الاشياء المشكل ليس وفي الشيء ذاته وانما في النفسية المكهربة وكثير من الاحيان كالقاو المساهمة للتدخل المحيطين بهؤلاء الناس اما المرأة عند عائلة محيطة بها ربما لا تنصحها واما ان الرجل عنده عائلة محيطة به ربما تزيده عنفا وتزيده تحريضا فالمحيطين بالافراد للعائلة قد يكون ممن يساهم في الصراع بين الاطراف داخل الاسرة كان المفروض ان المحيطين للعائلة سواء من عائلة الزوج او عائلة الزوجة يكون عندهم تدخل ايجابي للاصلاح هل يمكن ان نجعل الحياة طيبة وواقع يتحقق فيه الاستقرار ام ان هذا مجرد حلم مستحيل في الثقافة الحقوقية قد يبقى الصراع دائم الى قيام الساعة لكن في المنطق القرآني ربنا عز وجل يؤكد بان المودة والرحمة يمكن ان نحققها بين الازواج واحسن طريقة لتحقيق هذه المودة والرحمة تبتدئ اولا بالكلمة الطيبة ان كل واحد من طرف الاطراف يحرص على انه لا يخرج من فمه الا الكلمات الطيبة لان الكلمة الطيبة هي المفتاح الذهبي للحياة الزوجية ثم ان كل واحد من الاطراف يحرص على اشباع حاجات الطرف الاخر فمثلا ربما قد تكون الزوجة تحتاج الى جلسات صفاء وصبر او تحب بعض الهدايا او ربما تكتفي فقط ببعض الكلمات الطيبة الشعرية ربما او نظرات حانية يكفيها فلابد لكل الطرف من الاخر ينتبه ما هي النقائص النفسية التي يحتاج اليها فيعمل على اشباعها ولابد ان كل واحد من الاطراف الاخر انه ينتهي عن المقارنة مع الاخرين كأن يكون الزوج يقارن بين زوجته والاخريات انظر الى زوجة فلان كيف هي مهذبة وكيف بد اصول وكيف تعتني بشكلها وبأسرتها يقارن او العكس المرأة تقول شوف سينك شوف مولاك المس ديال وكيدير وليبغفان وكيف تتعامل مع الزوج ديال بكامل الاريحية وكسيم عنده المال كينفق وعيش واحد مستوى رفيع ومتخلق كيبقى المقارنة مقارنة الزوج مع الاخريات او مقارنة الزوجة مع الاخرين هذا كلك يؤدي الى نوع من السرع لابد من هذه الامور تزول كل واحد عنده المركة ديال لان كل واحد عنده صفة حسنة رابد خلفها صفة سيئة ربنا ستراها عن الاعيون وكل واحد عنده صفة سيئة رابد من امامها صفة طيبة ربما لم ينتبه انها الاخر كل واحد فينا عنده خيره وعنده شره هكذا خلق الله ثم لابد ان كل واحد من الاطراف يعلم بانه ذاك فروقا فرضية وتكوينية فيما بيننا كل واحد فينا عنده الشخصية مستقلة حسب نضجه وطريقة تفكيره هذا هو عطاء الله الصورة صورة الله واحدة السلوك ومنطقة التفكير هو من رزق الله كيف يعطى الله تعالى واحد النفس طيبة وعطى الله الكرم وعطى الله الصبر وعطى الكلام الحلو هذا رزق من عند الله وكلي مسكين محروم بغى يقول المزويدة ما لقاهاش وبغى يخلي صدره منفتح ما قدرش صدره منغلق نفسه ضيقة نفسه حارة واحدة المستوى التقافي والضج المعرفي كلي عندهم معرفة متسعة وكلي علاقة الحل كل هذا نعتبره رزق من عند الله كلي قال الله وسعني في الرزق وكلي قد ترى عليه في الرزق فعليك أن تنظر إلى الآخر أنه من عطاء الله ما تحاولش تكلف ما لا يطيق ثم على كل زوج وزوجة الأطراف ما بينهم أنه يغبن عينيه عن العجوب والقصور الذي يطبع أحد الشخصيتين لأن هذا العيوب ولا بعض النقصان أو القصور في بعض الأشياء قد يتغير كل شيء ممكن يتغير وكل شيء ممكن ينصلح أي عيب في الرجول ممكن يتغير غدا أو بعده ويصير إنسان مبارك وإنسان صالح والعكس صحيح أيضا المرأة إلى فاوحد العيب رأى ممكن يتصلح رأى نفسي البشرية سهل جدا أنها تنصلح ونبغر بعز وجل رأى بين عشية وضحاها كل شيء تصوب وكل شيء تقاد غير الناس يزربوا وكيمشوا مباشرة الطلاق والصراع والخصام وأحسن طريقة كما ذكرنا الحرص على الكلمة الطيبة إشباع حاجات الآخر تهدو فإن الهدية تجعل القلوب ميسرة للتسامح ونبدأ صفحة جديدة وعلينا أن نتعلم كيفية الإنصاط والتفاعل والتجاوب بطريقة مريحة ومريضة لابد بين الأطراف جلسة للإنصاط ودى الاستماع بين الفين والأخرى وربما وقت ما إذا الطعام مع الإفطار أو مع العصر يكون شرب قهوة أو في المساء أثناء الصمر يكون هناك لحظة إنصاط وتفاعل وتلتمس للآخر الأعذار لكن كتب قدائما المرأة هي عنصر خلقه الله عز وجل فيه نوع من اليسر وتحتاج إلى إذا كان هناك تمييز إيجابي فليكن لصالح المرأة لأن المرأة رب عز وجل خلق فيها مجموعة من الصفات الناذرة لاش؟ لأنها تكون أم وهي تتعرض للحمل وتتعرض للوحم وتتعرض للمهاض وتتعرض للإرضاع وتتعرض للتربية كل هذه الأمور وعندها الدورة الشهرية كلها مؤثرات كتخلي لك تمييز بين المرأة والرجل فليكن لصالح المرأة تمييز إيجابي لأن رب عز وجل خلق النساء هكذا ولهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان دائما إذا أوصع بمدى يوصي كيقول للرجال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي إلكت الخيرية بين الرجال في الأعمال الصالحة قد يكون ربما يظل الناس الخير دين الرجال هو أكترهم صلاحا أكترهم صلاة أحفظهم للقرآن العظيم أكترهم حجا وعمرة أوسعهم صدقا وإحسانا أي نعم كل هذا جميل لكن أعظم صفة تميز الرجال فيما بينهم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي يعني يتعامل بنطف وعدم فضاضة ولا غلضة وكذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول أكمل المؤمنين إيمادا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله أكمل المؤمنين إيمادا باش نعرف المؤشر دي العقيدة ودي التدين عند الرجال باشي طول اللحية ولا بالقميص ولا بالعمامة ولا بالسبحة ولا بصوت ندي يتغنى بالقرآن كل هذه أشياء من السنة طيبة مباركة نحافظ عليها لكن مؤشر الصلاح والفلح عند المؤمنين كما وصف سيد الخلقي معلم البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله يتعامل مع الأهل ديان باللطف يتعامل معهم بالتي أحسن لذا ربنا قال وعاشرهن بالمعروف دائما المعاشراء الطيبة لا يفرط مؤمن مؤمنة إن سخط من خلقا رضي منها آخر المرأة أيضا عندها وحد الجانب المسؤولية لأن المرأة هي عند المفتاح ديال الرجل بإمكانها أن تجعل الرجل أطيب خلق الله وأسعد خلق الله وبإمكانها أن تنكد عليه وتجعله دوما ساخطا على الوضع وكارها للحياة المرأة عندها المفتاح هكذا أربنا وزع الوظائف وخلق الأشياء الرجل قلبه كبير ممكن يعطيه كثير ولكن المفتاح وش المرأة قدرت تحل لبوط نواق دياله يقول بأن المرأة هي عبارة عن جيتار هي عن كمان الرجل الدكي يستطيع أن يعزف على أوتارها وكيخرج منها الكلام الطيب والسلوك الحسن إذا كان عازفا ماهرا لأنها بحل جيتار بحل كمان كيلك تعطيه كمان لا يحسن العزف يعطيك موسيقى فيها ضوضاء وضجيج وكل فنان ربما يخرج لك أعدم الألحان فالرجل هو ملحن على جيتار زوجته ألم المرأة فعندها المفتاح المفتاح ديالله بوطن واغديان ممكن تخليه هو أسعد الرجال وأقوى الرجال وممكن تخليه أتعسهم لهذا يقول في المثل الدريجي الرابح من المرأة والخاسر من المرأة واللي ما عنده مرأة ما نمح ما خاسر لاش تشو وحد نجح في الحياة ديالو وغادي غادي بالتفاؤل وغادي بأريحية اعلم بأن خلفه امرأة هي تصنع له السعادة وإذا رأيت آخر ربما حاله منكسر وكئيب ودائما سجائر وقهوة سوداء وقلق وربما تدخين وخمر اعلم بأن خلفه امرأة تسببت له في التعاسى المرأة التي تساكن في اسعاد زوجها وأولاد وأسرتها هذه رب عز وجل ضامن لها الجنة ضامن لها الجنة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راضي دخلت الجنة إلى خلقت لها الرضا مش السعادة لا السعادة مطلب عظيم وبعيد تخلق لي غير الرضا أرى عمر ما غير استعمل العنف وعمر ما غير استعمل الشتم وعمر ما غير يفكر في الطلاق فالمرأة بيدها هذا الأمر والنموذج هو زوجة النبي المصطفى سيدنا محمد خديجة من تخويل التي وصفها النبي الكريم وقال هي أفضل نساء الجنة لأن كذلك نساء جنة غادي يكونون الدنيا دايزة مش مقصب الله وكلنا غادي يطلقوا في الدار الآخرة وغادي يطلقوا النساء والرجال والنساء مراتب كي النساء اللي في الدرجة العليا في الدرجة الوسطى في الدرجة الدنيا أفضل نساء الجنة شكون هما مش موعة النساء من بينهن خديجة من تخويل علاش لأنها كانت كتخرج من الفم ديالها كلام عسل وكانت دائما تنظر إلى زوجها ضدر إيجابية وتزرع في قلبه التفاؤل يكفي مثلا أنه حينما أنزل الوحي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يرتعش ويقول داتيروني داتيروني لم تقل له لماذا ذهبت إلى ذلك الجبل إلى ذلك الخلاء لماذا تعرضت إلى هذه المعادات بالأكس هي لا تلوم ولا تعاتب المرأة الصالحة وإنما دوما تمنح زوجها تقول لي كلام قوي فيه رحمة وفيه بركة وفيه طيبوبة تجعله دائما يبقى متفائل ماذا قالت له وهو يشتكي يقول داتيروني داتيروني قالت والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصن الرحم وتحمل الكل وتكس المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الظهر ملك السيد النبي في وضعي صعب محتاج إلى من يسانده سمع هذه الكلمات النقية الصفية تخرج من فم زوجتي خديجة أعطته قوة قسمت له بالله والله لن يخزيك الله أبدا أنت راجل معقول عمال ربي ما غادي يتخلى عليك لأ لاش لأنك تصن الرحم ذكرته بأن في صفة حسنة أنك يمشي عند العائلة دياله كيمشي عند أحبابه كيمشي عند الأقارب دياله المرأة اللي هي غير صالحة كتمنع الرجل من ذهب إلى أهله وأحبابه وأقاربه ولا عرفت بأن همش عندهم أو سعنهم كتنكد عليه إنك لتصن الرحم وتحمل الكل الكل شو أحد تغلب تغلب عنده الكراو وعنده المسؤوليات وابدك يبكي كتنمشي عنده تضق عليه توقف معاه تأخذ بيديه هذه المرأة الصالحة رجلة غيب عليها غيب عليها عارفة بأنه بشأن لمصلحة الناس كيساعد هذا ويساعد هذا تحمل الكل أما المرأة اللي هي غير صالحة كتقول أنت دائما خارج أنت دائما دخل في الوقت دخل في الوقت مشال لدك الأيام من الشباب من التسييب كيبقى دائما محاصر إنك لا تصل الرحيم وتحمل الكل وتكسو المعدوم كيشي واحد عنده عنده عريان وميس بالبرد حالة الأيام لعدنا البرد القارس كان السيدنا النبي يبحث عن الملامس ويعطيها للفقراء الذين يشعرون بالبرد القارس وتكسو المعدوم وتقري الضيف إذا جاء عندك واحد ضيف كتتهى الله فيه كتفرح به وكتبتسم ليه وتتحليه الباب وتقداه وتدير للطعام وتحط المائدة من صفات النبي المصطفى المرأة الرغبة الصالحة إلى راجلها جعله الضيف كتمكن كتسد عليها الباب مع من شاورتي وتعين على نوائب الظهر من صفات النبي الكريم في هذه الصفة أنه كان إلى شوحد تقهر وتغلب كيقدم ليد المساعدة فهذه نموذج للزوجة الصالحة تملك مفتاح قلب زوجها كتذكر دائماً بالصفات الحسنة وبالصفات الحميدة التي يمتاز بها هذا المدح هذا والتناء من المرأة لزوجها يزيده قوة ويزيده صلابة ويزيده كرم وجود وأول من يستفيد من هذا الخير طبعاً يزوجته وأهله لأنه يفيد عليهم من هذا الخير أما إذا كان هناك نكد في نكد فطبعاً غد الرجل يخرج إلى الشارع ويمحط عن اللدة والمتعة في مكان آخر وقد يقع في الحرام وقد يقع في المكروه وقد يقع في ما لا تحدث عقبه فهذه دعوة لأحب الكرام العلاقة ما بين المرأة والرجل وخصوصاً بين الزوج والزوجة كفاناً أن نتحدث عن العنف ضد النساء والرجال نتحدث عن منطق المحبة والمودة كفاناً منطق التغالب منطق الصراع بين المرأة والرجل بين المنطق اللي يكون منطق التعاون والتأذر والتماس العذر للآخر حتى تكون الحياة طيبة مباركة ودائماً النموذج الذي نعتز به نساء النبي المصطفى وعلى وجه الخصوص أمنا خديجة رضي الله عنها أسأل الله تعالى جميع نسائنا وبناتنا وأمهاتنا يكونوا على أخلاق أمنا خديجة رضي الله عنها وأن يكونوا يوم القيامة جيرانها في قصور تجري من تحتها الأنهار قلوا معنا جميعاً أمين آمين آمين يا ربي يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله السلام عليكم شكرا